إذن سوف نبدأ في عملية القسمة إذن لو نلاحظ هنا يعني هذا الدف هنا يمكن أن نعطيه حوالي وث 30% من هذا الكونتينر ككل والباقي سوف نعطيه لهذا الكونتينت أيضا لو نلاحظ هنا هذا الهيد هو 100 VH إذن يمكن أن نعطيه هذا الهيد هنا 100 VH هنا الهيد سوف يكون Auto بمعنى سوف يكون اعتمادا على المحتوى الذي سوف يحتويه هنا بداخله إذن لو نأتي هنا على الصيد بار إذن نترك هنا الباكراوند مثلا بلو نأتي هنا نعمل الهيد 100 VH بهذا الشكل هنا فقط الآن في الوث سوف نعطيه 30 بالمئة بهذا الشكل هنا الهيد إذن سوف يكون 100 بالمئة بهذا الشكل ندين هنا باكراوند ريت أوكي إذن هنا لدينا الصيد بار الآن باقي المساحة سوف يقوم بأخذها هذا الكونتينت وقلنا أيضا لكي نقوم بعمل هذا الديف هنا بجانب هذا الديف هنا سوف نحتاج إلى عمل الفلوت سوف نعمل فلوت لهنا للصيد بار إذن لدينا فلوت لفت الآن هنا في الكونتينت سوف نعطيه مثلا باكراوند على سبيل المثال أو أي لون آخر إذن نلاحظه لحد الآن غير ظاهرة لماذا؟ لأننا نحتاج هنا أن نقوم بتحديد الهيد إذن حاليا سوف نجعله 100 VH فقط حتى يظهر لنا إذن كما نلاحظ هنا في اللون الأزرغ عفوا اللون الأسود سوف يكون لدينا هذه الجزئية هنا التي تتحرك هذا الكونتينت واللون الأزرغ سوف يكون خاص بهذا الصيد إذن بهذا الشكل نحن نقوم بعملية التقسيم إذن هنا آآ نعود أو سنأتي هنا نعمل نجمة بهذا الشكل النجمة بمعنى كل آآ عناصر هذا الويب سايت أو هذا الموقع إذن أي عنصر سوف نعطيه مارجين سفر وأيضا آآ بادين سوف نعطيه سفر بهذا الشكل يعني نتوقف عند هذا الحد نأتي تدريجيا خطوة خطوة إذن هنا الباضي لم نعود بحاجة إلى البينك وأيضا لسنا بحاجة إلى المرجن لأنه هنا قمنا بتحديد كل شيء أدينا هنا الكونتينر لم نعود بحاجة إلى البيجراوند رد بهذا الشكل هنا الصيد بار سوف نتركه بهذا الشكل أوكي ونضينا الكونتينت البيجراوند وأيضا الهايت هنا الهايت هذا سوف نقوم بإلغائه لهيقا حاليا فقط حتى يظهر لنا هنا بهذا الشكل إذن عملنا نحن هنا هذا التخطيط سنبدأ هنا نشتغل على هذا الصيدبار نرجح هنا على الصيدبار ونرى ما الذي يمكن أن نقوم بعمله إذن هنا في الصيدبار يمكن أن أقوم بتقسيمه إلى جزئين يمكن أن أعتبر هذا هو رأس هذا الصيدبار الذي يحتوي لنا على هذه الصورة وهذا العنوان هنا عنوان الموقع ولدينا هنا الـ Content ويمكن أيضا أن يكون لدينا فوتر لكن نحن في هذه الحالة ليس لدينا أي فوتر أو ليس لدينا أي جزء سفلي إذن لدينا هنا هذا الـ Content نسميه بالـ Content الخاص بالصيدبار طبعا وهنا نسميه بالـ Head إذن سنقوم بإنشاء الـ Def هذا الـ Def هنا سوف نعطيه Class إذن سوف يكون لدينا الصيدبار مثلا Head أو Header أو أي شيء هنا طبعا لا ننسى أن نقوم بإضافة التعليقات هنا سوف يكون لدينا الـ Brand أو الـ Logo الخاص بالموقع إذن سنسميه Logo Section إذن نكتب هنا Brand بهذا الشكل إذن هنا سوف يكون لدينا الـ Brand إذن هنا يحتوي على هذه الصورة ويحتوي هنا على لدينا هنا هذا العنوان H1 إذا لم أعرف يمكن أن نعمل هنا Inspect أو نعمل Inspect أختار هنا هذا العنصر نلاحظ هو عبارة عن H1 ولدينا هنا هذه الصورة يعني بهذا الشكل نحن نقوم بالاستفادة من هذه التول هنا التي تقدمه الذي يقدمه لنا هذا البراوزر آآ الخروم إذن سوف تكون لدينا image سنعود لدي الـ image وسوف يكون لدينا H1 إذن هنا سوف نكتب نيتي بهذا الشكل الآن نأتي هنا على Source إذن نعمل هنا Inspect نلاحظ ما هو اسم الصورة فقط إذن لو نعمل هنا على هذه الصورة نلاحظ لدينا آآ نيتي Logo.png إذن لو نأتي نحن هنا على الـ image إذن لدينا هنا هذه الصورة التي سنقوم بالاعتماد بالاعتماد عليه إذن نعمل dot بهذا الشكل بعدها ندخل هنا على الـ image ونأتي هنا على هذه الصورة هنا هنا يمكن أن نسميها أو أي شيء آخر مثلا آآ نيتي Logo طبعا هنا هذا هنا متى تظهر تظهر عندما يكون مشكلة في الصورة لو أقوم مثلا هنا أو قبل هذا نأتي هنا نلاحظ هل تم عرضها لنا إذن كما نلاحظ لو هنا نعمل هذا المصار طبعا هذا المصار غير موجود نلاحظ الآن لدينا هذا آآ نيتي Logo التي قمنا بإضافتها هنا في هذا الـ attribute Alt أيضا هنا لو أريد أن مثلا أخفي هذه الخاصة بالـ يمكن أن نضغط على إذن نضغط تظهر تختفي هاته هذه فقط بعض الاختصارات إذن هنا نريد أن نقوم أو نعود هنا على هذا سيد بار دائما هذا هو المرجع الخاص بنا دائما نلاحظ هنا لدينا الـ color white إذن يمكن أن نأتي هنا على هذا السيد بار ودائما سوف يكون لدينا الـ color white ونعود هنا نلاحظ أصبح الـ color white أيضا هنا نريد أن نقوم بتوسيط هذه في المنتصف إذن يمكن أن نأتي هنا ونعمل text align center نلاحظ أصبح كل شيء في المنتصف أريد أن أحصل على هذه الـ color كيف أقوم بحصل عليها إما أن نأتي هنا نعمل نقوم بتحديد مثلا هذا العنصر هنا أو نأتي على الـ div الكبير ككل نلاحظ هنا لدينا background color هذه كانت الطريقة الأولى الطريقة الثانية هي أننا نقوم بتسطيب هذه الإضافة الخاصة بالـ chrome اسمها colorzilla هذه تسمع لي بأن أحصل على color طبعا لماذا تظهر في هذا الـ website بهذا الشكل لكن لو تلاحظون يعني أحيانا أو نأتي على هذا المثال هنا عندنا لو أعمل pick color from page نلاحظ هنا أحصل على هذا اللون الأسود هنا أحصل على اللون الأزرق لو نضغط سوف يتم عملنا copy لهذا الـ color إذن هنا لا أدري لماذا لم تظهر يعني بالشكل العادي الذي المفروض تعمل به لكن لا مشكلة لدينا هنا الـ inspect إذن سنحدث هذا الـ div هنا ونعمل copy لهذا الكود هنا إذن هنا بدل من الـ blue سوف نعمل background بهذا اللون نعود هنا إذن نلاحظ هذا هو الـ color فبينه وبين هذه العناصر هنا أو الـ sidebar content إذن يمكن أن نقوم بأخذ هذا الـ class هنا sidebar header قبل هذا إذن دائما أحب أنني استخدم التعليقات منظم الأمور إذن one two three four five three four five أوكي بهذا الشكل هنا سوف يكون لدينا إذن sidebar styling start إذن هذه فقط يعني من ناحية التنظيم لغير حتى تسؤل علينا قراءة اسم الـ CSS وهنا sidebar styling end واحد اتنان ثلاثة أربعة خمس ها لا ننسى هذه ثلاثة أربعة خمسة طبعا يمكنك كتابة أي شيء أنا فقط أحب الكتابة بهذه الطريقة إذن سوف نأتي على sidebar ثم لدينا الـ header أريد أن نقوم بإعطائه بعض المارجن أو المسافة من الأعلى ومن الأسفل يمكن أن نستخدم المارجن على سبيل المثال إذن سوف يكون لدينا مارجن من الأعلى ومن الأسفل سوف أعطيه 35 بيكسل وعلى الشمال وعلى اليمين سوف أعطيه سفر بيكسل نلاحظ هنا أصبح لدينا بعض أيضا نلاحظ هنا لدينا هذا الخاص بهذه النصوص هنا هذه العنوين كيف يمكننا أن نحصل أيضا على هذه العنوين لدينا أيضا هذه هنا اسمها كيف نحصل أولا على هذه الإكستنشن لو نأتي هنا على جوجل نكتب مثلا كالارزيلا كروم جوجل كروم بهذا الشكل ندخل هنا هنا نقوم بتصطيب هذه سوف يتم إضافتها إلى المتصفح الخاص بنا لدينا أيضا وات فونت جوجل كروم بهذا الشكل ندخل هنا على أول الرابط إذا نأتي هنا كما تلاحظون قمت بتصطيبها أيضا يمكن أن نقوم بالاعتماد عليها لو نقوم بالضغط عليها يعني كما لاحظتم هنا في هذا الفيو هنا أو في هذا اللايف فيو لهذا الوب سايت لأدري لماذا لا تظهر نعمل هنا لو نأتي هنا نعمل نلاحظ هنا عندما نقوم بالتمرير الماوس على أي عنشر سوف يعطيني الفونت سايز أو عفوا الفونت فاميلي الخاص به إذا كانت هذه الطريقة الأولى هنا لم تصلح معنا إذا ما الذي سنقوم بعملي نأتي هنا على انسبكت ونعمل هنا هوفر على أي عنصر نلاحظ هنا لدينا هذا هنا في هذه القائمة التي تظهر لنا هنا لدينا نأتي هنا على سبيل المثال أيضا نلاحظ ما لدينا هذا هو الفونت 22.4 بيكسل اذا يمكن أن نقوم بالبحث عن هذا الفونت هو طبعا موجود في جوجل فونت إذا لو نأتي هنا على جوجل فونت ندخل على أول رابط ونبحث عن هذا الـ ونبحث عن هذا الـ إذا لدينا هنا هذا يوجد بداخله ماذا؟ يوجد بداخله مثلا لدينا الـ ولدينا الـ إذا هنا ما الذي أريد أن أقوم بعمله في الـ أريد أن أقوم بعمله فونت أريد تكبير الحجم قليلا إذا هو لديه نرى كم هو حجمه أولا ونعمل هنا انسبكت نلاحظ لدينا الفونت هو 32 بيكسل نتريث قليلا يعني مشكلة في الـ إذا نبحث عن OpenSense إذا سنستخدم هذا هنا سنختار أيضا بعض الـ إذا لدينا هنا نعمل select this style ندرينا هنا ونحصل مثلا على الـ الآن هنا سوف نأتي على طبعا هذا الفونت يمكن أن نقوم بإضافته من خلال ملف الـ سوف نستخدم هذا أو يمكن أن نستخدم عن طريق نستخدم هنا إذا سأستخدم إذا سأتي هنا في الأعلى هنا هنا سوف نقوم بعمل import لهذا الفونت وآن فقط نحتاج أن نعمل فونت فاميلي بهذا الشكل إذا هذا هو الفونت فاميلي الذي سأعتمده في كل الـ أو النصوص الموجودة في هذا الـ إذا سأقوم بوضعي هنا أي عنصر سوف يأخذ هذا الفونت فاميلي هنا نتأكد أنه تمت إضافة لنا هذا الفونت فعليا لو نأتي هنا على وات فونت إذا نلاحظ هنا ما زادنا times new هذا هذا الآن نعمل refresh نلاحظ أصبح لدينا هنا هذا الـ إذا نقوم بتخصيصه قليلاً لو نلاحظ هنا يعني لدينا هنا هذه الكلمة غريضة نوعاً ما هنا هذه الكلمة نلاحظ الخاص بها هو تقريباً ثلاثمئة إذا يمكن أن نأتي هنا على الـ أولاً نأتي هنا نعمل فونت ويت سيكون لدينا إذا ثلاثمئة إذا هذا لم نعد بحاجة إليه أوكي بهذا الشكل فقط نحتاج الآن أن نقوم بتكبيره نوعاً ما إذا سوف نعطيه فونت size مثلاً ثمانية وثلاثون بيكسل أيضاً لدينا هنا هذا الحرف الأول capital يمكن أن نعمل هنا capitalize أو لدينا تكست ترونسفورم إذا لدينا capitalize نلاحظ الآن أول حرف أصبح capitalize لا أحسه ثلاثمئة لكن أحسه أربعمائة أوكي بهذا الشكل مقبول جداً أيضاً يمكن أن نقوم بإضافة بعض الـ هنا من بين هذا الـ وهذه الصورة إذا يمكن هنا أن نعمل margin-top أو نعمل margin-top على سبيل المثال عشر بيكسل أظن كثير أوكي نجعلها مثلاً سابن أوكي مقبولة سابن مقبولة أوكي بهذا الشكل إذا نتوقف عند هذا الحد حتى ليكون طول الفيديو طويل جداً أو مدة الفيديو طويلة جداً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً